ولده هو ظافر العلوي مدير مكتب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي والذي كان الحاكم الفعلي للوزارة كما يقول السياسي مشعان الجبوري محمد العلوي بدأ مشواره في بغداد عبر شركة خلف الأضواء من خلال حصوله على عقد الرعاية الإعلامية لأضخم حدث على مستوى الشرق الأوسط وهو زيارة بابا الفاتيكان فكانت تلك هي ضربة العمر وجميع يعلم قصة كرسي البابا الذي أراد أن يبيعه العلوي لولا أن تداركت الحكومة هذه الفضيحة وبعد أن امتلأت الأرصد المالية للعلوي من أموال العقود الفاسدة وغيرها قرر دخول عالم السياسة عبر الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة لكن العجيب في الأمر الذي يتساءل عنه كثيرون من أبناء المنصور كيف لشخص من خارج بغداد أن يرشح في أكثر الدوائر الانتخابية حساسية وهي الدائرة الثانية عشر والتي تشمل أرقى مناطق الكرخ في العاصمة بغداد لكن الجواب تجده في السليمانية عيدوا بدون صوت خلوا إياي هذا محمد أنا ما إلي علاقة بالتقرير كله القناة هي تتحمل اللي قالتها مو أنا تمام هس فاسد مو فاسد هو أنت من سامرة ومرشح على المنصور همالي علاقة همو شغلي اشتريت المكان مال الترشيح بفلوسك همع لي آني القناة تقول ما لي علاقة بس آني أريد أحكي ويا رئيس الوزراء حضرتك دولتك عندك علم أن هذا الشخص اللي هو اسمه محمد السامرائي مزوج لبنانية تشتغل بالتشريفات عندك وهي اللي جابت العقد مال البابا من إيجه التغطية الإعلامية هو بشركته شلون عقد يطلع من موظفة بالتشريفات الرجل هي دولة رئيس الوزراء احنا ما نريد نحكي عن فساد هس الفساد هو الرجل الجوز نزيه ما لنا علاقة بي بس آني عندي سؤال وسؤال فطير والله العظيم سؤال فطير دولتك تعرف أنه زوجت لبنانية ونطة العقد وهي تشتغل بالتشريفات عندك نطة العقد إلى حتى يصرف على الحملة الدعائية مالتة هذا كافي مو دولتك أعرف منه هي أنا أعرف اسمها بس ما أريد أقوله أنت أعرف منه هي وإذا واحد يعرفها من المشاهدين اللي شاهدوا الفيديو خليكتبه بالتعليقات منه زوجة هذا المرشح اللي هو من سامرة وما واصل يعني ما قاعد بالمنصور هو هو من سامرة ومرشح لدائرة المنصور تمام ما لي علاقاني بالفساد اللي قالوا عليها بالتقرير أنا بس عندي سؤال إشلون زوجت اللبنانية غست عليها العقد قوما السؤال خبيث لا